اهلا بكم اعزائنا الطلاب النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي نعمل اكتيفاشن للاكاديميك ايميل وازاي نتعامل مع مايكروسوفت تيمز في الفيديو ده اول حاجة بنعملها نخش على الموبايل بتاعنا في play store market ونعمل سرش على مايكروسوفت تيمز عشان يجينا على تقول مايكروسوفت تيمز نعمل انستال مايكروسوفت تيمز على الموبايل بتاعنا ونفس الكلام ممكن برضو تعمل داونلود لي مايكروسوفت تيمز من على اللابتوب او البيزي عادي لازم يكون معاك الاكاديميك ايميل بتاعك والباسورد علشان تقدر تعمل على الاكاونت الخاص بك طبعا مايكروسوفت تيمز احنا بنستخدمه دايما في الميتنجز وفي المحاضرات علشان نقدر نتابع مع بعض الانلاين او الاي ليرنج الموجود في الجامعة اول ما بتخلص عملية الداونلود لي مايكروسوفت تيمز بينزل عندك على الجهاز عادي ان فيش اي مشكلة خالص بعد كده بتكون محضر تعمل كده open دا الشكل بتاع مايكروسوفت تيمز sign in هنا بنكتب الايميل اللي هو الاكاديميك ايميل بتاعنا انا هشتغل كده على اهم حاجة حضرتك هنا بتكتب الايميل بتاعك بالكامل at commerce dot hlwan dot edu dot g بنعمل sign in هنا بقى بتجيلك الشاشة الخاصة بعملية تغيير الباسورد بتاعك يعني دايما الباسورد اللي هو جاي لك من خلال السيستم انت حضرتك هتطلع لك شاشة دلوقتي علشان تغير الباسورد الخاص بالسيستم بتطلع لك شاشة زي كده بتحط ال current password اللي هو الباسورد الموجود اللي انت عملت بي وبعد كده بتختار new password دي بتاعتك انت بقى علشان ما تقدرش تنسى الباسورد الخاص بيه كيب انا كده هكتب الباسورد اللي هو كان موجود معي علشان اقدر اعمل وغير الباسورد بتاعتي بالشكل ده كل ايميل ليه باسورد يعني انت مش بتنقل نفس الرقم اللي موجود عندي كل ايميل بيبقى ليه باسورد الوحدة عشان تقدر تعمل موجود عمدك في المايكروسوفت تيمز انت بقى لما تيجي تختار ال new password دي بتختارها على حسب الباسورد اللي انت بتبقى سهل عليك يعني ممكن مثلا اه هنا ده ال new password بتاعي انا بختار اه حروف كده بسيطة بتعمل confirm الباسورد بتاعتك وبعد كده تقول له sign in كده اول ما يجيب لك الرسالة دي تقدر ان انت تعرف كده ان انت عملت confirmation ل الايميل بتاعك غيرت الباسورد وافكة للباسورد الخاص بك انت وبالتالي بتعمل next هنا في برضو نقطة مهمة جدا ان انت ازاي تعمل عملية السيكورتي للاكاونت بتاعك عشان لو حصل اي مشكلة فبنخش على set it up now بتحط التليفون بتاعك الاول تختار الكانتري ايجيبت ان شاء لو حصل اي حاجة وعاوز تعمل restore لي الايميل بتاعك تختار رقم التليفون ايجيبت تكتب الرقم بتاعك موبايلك تكست مي هتجي لك رسالة على التليفون عشان الاكتيفاشن جات لك الرسالة هنا في النوتفكيشن كابي كده اول حاجة خلصت لو انت عاوز تكتب ايميل تاني مش اي مشكلة خالص يعني انت ممكن تعمل الاثرائز للاميل بتاعك من خلال التليفون لو انت عايز تعمل حاجة تاني من خلال الاميل ادرس بتاعك مثلا هيتبعت لك ايميل في الاكتيفاشن كود تقدر من خلاله ان انت تشوف الاكتيفاشن كود بتاعك يبقى انت كده عملت الاثرائزيشن للميل بتاعك بطريقتين بطريقة التلفون وطريقة الاميل ممكن طريقة التليفون الوحدة تكفي اه انما لو حد عايز ان هو يعمل اه مور سيكيور دي ممكن يختار الطريقتين مع بعض بتفتح الميل بتاعك وتحط الكود اللي اتبعت لك ده الكود اللي اتبعت لي انا طبعا كل واحد بيبقى ليه كود مختلف بتحط الكود اللي اتبعت لك انت على الايميل بتاعك وتقول له اوكي فانشت كده انت خلاص الاكاونت بتاعك اوكي حصل له اكتيفاشن غيرت الباسورد بتاعتك وحطيت التليفون وحطيت الايميل وكل حاجة يبقى اللينك بتاعك او الايميل بتاعك حصل له لينك مع التليفون ومع الايميل كده مايكروسوفت تيمز بتاعك جاهز جدا مفوش اي مشكلة خالص طب ازاي اعرف الكورسز اللي عندي على مايكروسوفت تيمز من الشاشة هنا بتختار تيمز انا شايف هنا انا بافترض ان انا ممبر في جروب اسمه اي كينوميكس لو انا عندي مادة اسمه اي كينوميكس فالجروب بيظهر لكده بالشكل ده الاتشانلز دي ويك وان ويك تو ويك سري ويك فور على حسب بقى عملية النظام الخاصة بتقسيم المحاضرات لو انا اخترت مثلا ويك وان بالشكل ده طلعلي هنا ان فيه موجودة موجودة فيه موجودة معادها الساعة تمانية مثلا فبعمل عليها كده بالشكل ده واعمل جاين يبقى يخلي بالك من النقطة مهمة جدا انت مش بتخش تعمل نيو ميتنج انت اول ما تشوف ان فيه مثلا الليكتر نمبر وان او المحاضرة الاولى او اي حاجة عاملها الدكتور الميتنج مضبط الدكتور وهو الكرييتر بتاع الميتنج ده بتخش تعمل جوين على طول بالشكل ده هنا يقولك التيمز ريكورد قردي اوكي اوكي اعلاو كده انت بقيت موجود في الميتنج اول ما الدكتور بيفتح الميتنج بيظهر عندك الشكل ده يعني اول ما الدكتور بيكون موجود هتلاقي الميمبرز موجودين وكل حاجة طبعا لو ان الفيديو مش متاح ان انت تبقى فتح الفيديو فتأكد ان عليها العلامة دي لو عاوز تقفل المايك بتعمل العلامة دي لو عاوز تفتح المايك عشان تتكلم مع الدكتور بتدوس عليه كده عشان يبقى بالشكل ده طيب لو شكل زي ما قلنا اه دي علامة الفيديو وده المايك وده الصوت بنعمل شكل ده اذا انت موجود جوه الميتنج بيه اه لو المايك مفتوح عاوز تقفل المايك فيش مشكلة طيب لو انا عايز دلوقتي اه اعمل كده للدكتور ان انا عايز اسأل سؤال او اي حاجة بادوس على العلامة دي وفيه عندي هنا كل الحاجات اللي انا عايز اشتغل عليها اه لو اه عاوز تعمل اه شير لو عاوز تعمل حاجة على حسب الموجودة طيب لو انا عاوز اسأل سؤال بعمل كده العلامة دي يعني انا عاوز اه رفع ايدي عشان عايز اسأل سؤال العلامة هنا بتزهر للدكتور هناك ان فيه الطالب الفلاني عاوز يسأل سؤال معين اول ما بينده عليك بيقولك تفضل التكلم بتفتح المايك وتشتغل عادي يبقى هي دي العلامة اللي هي لو انت عاوز تسأل اي سؤال فبتعمل ريز هاند بالشكل ده اول ما بتخلص السؤال بتاعك بيبقى خلاص انت كده خلصت السؤال بتاعك مفيش اي مشكلة خالص بتقفل برضو المايك يبقى دايما نخلي بالك عشان الكواليتي بتاعت الميتين تبقى كويسة لازم تقفل المايك وتقفل الفيديو عشان يقدر الصوت يكون بشكل كويس طيب الطريقة التانية في الحصول او الانضبام الى اي تيم موجود عن طريق الكود هنا بقى في الحالة دي لازم يكون معي الكود نفسه بتاع التيم والطريقة دي بتبقى موجودة مثلا في حالة طلاب الانتساب عندنا في الفرقة الاولى او التانية او التالتة او رابعة في كل التجارة يعني لو طلاب الانتساب العربي بيبقى معاهم كود معين عشان يعمل جوين او ينضم الى الجروب طيب انا دلوقتي ده عندي مايكروسوف تيمز خلاص اهو ادي التيمز بتاعتي انا عايز اعمل جوين لتيم بالكود بعمل ايه الاول بتأكد ان انا دايس على تيمز بطلع التلات نقط اللي فوق خالص اللي جان بكلمة تيمز اعمل كليك عليهم بيديني 4 options اربع اختيارات باختار الاختيار الاخير اللي هو join a team with a code بعمل عليها كليك بيقول لي حط الكود بتاعي لازم احط الكود بالحروف او الارقام زي ما موجودة بالظبط يعني مثلا هنعمل كده تجربة للانضمام لالتيم الخاص باول انتساب في مادة دراسة بلغة مثلا الكود بتاعها f small z zero d small a i one وبقول له join كده اول ما بيقول لي الشكل ده بعرف ان انا عملت كده join ويظهر عندك على طول اهو الفرقة الاولى انتساب دراسة بلغة ده كده انا عرفت ان انا عندي عملت join للgroup بشكل سهل بعمل كليك علي hidden channels اهو بيقول لي بقى week one week two دي المحاضرات بتاعتنا لو حرك عاوز تدخل على week one طبعا لو الدكتور حط الاكتيفتيز او عمل محاضرة في week one هتلاقي موجودة برضو بتعمل join لها لو عاوز تكتب comment معين بتكتب هنا بتكتب ال comment اللي انت عايزه يبقى بالشكل ده انا عندي كده طريقتين لعملية الانضمام لمايكروسوفت تيمز اما ان المسؤولين عن السيستم بيحط حضرتك automatic في الgroups بتاعت مايكروسوفت تيمز او حضرتك بتعمل join عن طريق الكود اه بتمنى لحضراتكم التوفيق وان شاء الله يكون الفيديو ده مفيد ليكم حاولوا تستفيدوا اكبر قدر ممكن من مايكروسوفت تيمز لان في اه ابليكيشنز كتير موجودة جواه وان شاء الله يكون عن دراسي موفق على حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة